مصر خياليكم ورحبا بكم في النشرة الجوية تشوفوا على قناة النهار أول قناة إخبارية في الجزائر أداء المشاهدين بعض الأمطار خفيفة تكون متفرقة مرتقبة اليوم في الليل وقدوا إن شاء الله على المناطق الشرقية أيضا زوابة عراملية بالجنوب نتيجة رياح تفوت 40 كم في الساعة خاصة هذه الأثناء بولاية تامن راست وأدرار تلقص عد ساعة الليل شوفوا أكثر تفاصيل على الوضايا الجوية المرتقبة ليلة اليوم وصبحت الغد سورة القمر الإسطناعي تضحنا انتشار بعد السحب العابرة تكون ساعة مطرة على المناطق الشرقية والسحب عابرة بمنطقة الواحد الريح إن شاء الله كما قد صلكم عموما على معظم الولايات الجنوبية راح تكون من شرقية إلى شمالية الشرقية مع التطير للرمال خاصة بوسط وشرق الصحراء وعلى صحراء تزروفت حتى بيقصى الجنوب الجزائري الريح تنيح يكون شوية قوي على المناطق الشرقية خاصة بالولايات الداخلية الهضابة العليا والأولاس تقدر تلحق سرعة الريح حتى 60 كم في الساعة عموما الرياح راح تكون من شمالية إلى شمالية غربية شوفوا مع بعض الوضايا الجوية المرتقبة اليوم في إن شاء الله سيكون فيه ضباب مرتقبة على معظم السواحل الغربية أيضا سحب عابرة مرتقبة على معظم المناطق الشمالية راح تكون مرفوقة ببعض الأمطار بالولايات الشرقية راح تكون عابرة بالجنوب الشرقي خاصة بإليزي وجانت على صحرات تزروفت وصولا إلى منطقة عين صالح تفقى رجواء صافية ومستقرة على باقي المدن الجنوبية نشوفوا مع بعض درجات الحرارة المرتقبة خلال ليلة اليوم عشر درجات بعين صالح درجات تيميمون تيميوين وارغان تسع درجات بمنطقة تين دوف سبعة درجات بمنطقة بشار القناة ساوب نعباس نفس المقياس على إليزي جانت دبداب وعينة ميناس حوالي درجة واحدة تحت الصفر ستسجل بمنطقة تيسمسيلت وكذلك تيارت والجلفة ثلاث درجات بالعاصمة أربع درجات ستكون على منطقة لهوت والمسيلة ودرجة واحدة على بطنة وخنشلة فيما يخص مشاهدنا الوضعية الجوية المرتقبة مع الصباح ومع الفجر ستكون لجواء شوية مغيمة على المناطق الشرقية ستكون تسحب مرفوقة ببعض الأمطار ستكون لجواء من صفية إلى مغشات على معظم السواحل الوطنية ستكون لجواء مع الصباح تكون شوية مغيمة وبعد تروح السحب خلال اليوم أيضا ضباب مرتقب على السواحل الغربية والوسطى أموما الحشب بالمناطق الجنوبية تكون كي نشميسها مع تطير للرمال درجات الحرارة المرتقبة مع الصباح ومع الفجر كي نجواء باردة خاصة على المناطق الداخلية والهيطة بالعليا درجة واحدة تحت الصفر سجلها كأدنا من قياس على البيض والنعام نفسنا قياس على بطنة وخنشلة كذلك على الجلفة وتسمسيل أربع درجات بمنطقة وران العاصمة والغوات وأفلو والمسيلة من درجات بإليزي وجانت ست درجات على واتسوف عشر درجات بعين صالح أدرار تميمون تميا ونوركان وسبع درجات بمنطقة بشار القناة تساوب نعباس وخمساشن درجة على أقصى الجنوب الجزائري على عين قزام عين زواء وتين زواتين البحر الخاصة سيادين سيكون هادئة على السواحل الغربية مع السواحل الوسطى البحر سيكون من قليل الإتراب إلى مضطرب ومن مضطرب إلى هائجة على السواحل الشرقية ريحتاني ستكون قوية خاصة على السواحل الشرقية نشوفوا مع بعض اتجاه الموجه يكون شمالي غربي على السواحل الغربية والشرقية مع السواحل الوسطى اتجاه الموجه يكون من شمالي إلى شمالي غربي ريحتاني ستكون رديئة خاصة خلال صباحة يوم الغد على طول الشريط الزاحلي الحقق معكم الختام أسمعكم مشاهدة طيبة مع قناة النهار